شو اللي تعلمتي من عنده انت من جنة؟ تعلمنا هل نعرف قيمة الحياة قبل انا كان عندي احساس سادس انو الحياة الريئة مش رح تكمل كان عندي احساس وصارت بصر بصر هيدا الحدث بحياتنا كأنو كنا محضرين او انو ما بعرف شو اللي خلينا نتقبل كان صعب اكيد كان صعب المرض خاصة انو طبيب وانو بيعرف لوين واصل يعني اوقات بيقلولو هين انك تكون طبيب وتعرف وين واصل بيقلهم لا اصعب نقلبت حياتنا احلامنا وقفت كان عم بعمر بيت بنا ننقل عليه ونبسط هو عمر وهو هندسه يمرق على الورشة ثلاث مرات بنهار متهنة حلمو الجنينة حلمو الزيتون حلمو الصنديين هلأ بيشوفهم من خلال كاميرا لانو نوجد بالتخط ما بيحرك شي بس مشان نشرح للجماهير او الجمهورة على المرض يعني ما في احد يقدر يحرك راسه من هيك لهيك فالضغط يعني ما بيقدر يروح على اي شيء اي شيء بدون مساعدة منك مضبوط طب الضغط عليك ضغط كبير واحنا ما بنحكي على الضغط اللي واجهة اللي يعتني بالمرض مضبوط يعني نحكي احنا عن المريض ونحكي انه انك زوجة والله يخليك ويطيك العافية وشوان تبقين مع زوجك و وتعالجي وهيك الاشياء بس كان صعبة كثير صعبة صعبة كثير مرهقة فعلا لنفسر شو الجميل هلأ بأي وضع بس ينطفوا العضلات يعني ما بيعد ولا فيزيوترابي ولا شيء ينفع اول عضل راح تاني عضل راح بايده التاني اجروا اجر التاني صرنا على الكرسي بقي عنده ثلاثة اصابع يشتغلوا ثلاثة اصابع انا اخدوا جيبوا قررت انه انا بدي ضل معه وهون بس تحسس المريض انه انا ما بتركك انا معك هون بيتبلش حبه للحياة لانه فيها خوف هيده انه انا رح انوجد الراسي ما بيقدر هزه وهيده فعلا يعني الصعوبة اذا بده يبرم راسه ما بيقدر انا بده يبرم له راسه ما في شي هلأ بالوقت الحاضر بيتحرك بجميل